السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بجميع السادة الحضور انا معكم نهاردة محمد جهبي محلل ومدير محتوى بمجموعة اكوتي النهاردة ان شاء الله هيكون عنوان محاضرتنا هي استراتيجية تكسر خط الاتجاه دي استراتيجية مكونة من عدة مؤشرات وادوات فنية ان شاء الله النهاردة هنصرح كل اداة فيهم ونجمعهم مع بعض علشان نقدر نستخدم الاستراتيجية متكاملة على بعضها هنشرح كل اداة فيهم بالتفصيل وايه فايدة كل اداة وامتقدر او ازاي استخدمها بالاستخدام الامثل والصحيح لها بحيث ان انا احدد اهم نقطة الدخول واهم نقطة الخروج من كل صفقة احنا بندخلها هنبتدي مع بعض نشرح الادوات المستخدمة او المؤشرات اللي احنا هنستخدمها في الاستراتيجية دي اول حاجة هي الاستراتيجية دي احنا بنستخدمها على اطار الساعة يعني اطار الساعة هو اللي هيكون اللي المستخدم على الطول في اي صفقة او في اي شارت بيخص الاستراتيجية دي اول اداة بنستخدمها هي خط الاتجاه ودلوقتي هنشرح ايه اهم المميزات او ازاي نقدر نستخدم خط الاتجاه او هنشرحه بشكل مفصل تاني حاجة هنستخدم متوسطين متحركين وهنشرح برضو تفاصيل كل متوسط متحرك فيهم هما متوسطين المتحركين متقوا 1 تلاتين والتاني هيبقى تسعة هو اكسبورنشل موفينج افريدج متوسط متحرك قصي تالت حاجة هيكون مؤشر المومنت يوم هو ده الاداة التالتة اللي بنستخدمها في الاستراتيجية بتاعتنا خلينا نبت تمام الصوت رجع تاني الصوت رجع مرة تانية كده مسموع تمام هنتكلم اول حاجة عن خط الاتجاه ودي اول اداة من الادوات اللي احنا هنستخدمها النهاردة خط الاتجاه او خط الترند هنا بيقول ان انت لازم يكون خط الاتجاه ده بزاوية 45 درجة فهو ما يكونش باتجاه حد او او اتجاه بزاوية منفرجة بحيث ان خط الاتجاه المرسوم ده تقريبا بزاوية 45 درجة في خطوط اتجاه ممكن خط يبقى اتجاه ساعد بشكل حاد كده يبقى هو السعر كده يفضل ان ما يكونش بالمنظر ده وفيه برضو خط اتجاه بزاوية منفرجة بحيث ان انت هتلاقي السعر متقارب جدا فبرضو يفضل انه ما يكونش بزاوية منفرجة بالشكل ده فهو بيقولك انه افضل استخدام او افضل خط اتجاه تستخدمه انه هو يكون موجود بزاوية 45 درجة طبعا احنا زي ما اتفقنا وقلنا ان لازم الشرط المستخدم اللي احنا بنستخدمه هو الشرط الساعة الاطار الزمني تاني حاجة هنتكلم عليها هو ان ارتكاز خط الترند ده او خط الاتجاه لازم يكون مش اقل من ثلاث شموع موجودين عليه الارتكاز بتاع للخط الاتجاه مش اقل من ثلاث شموع بحيث انه يديلوا قوة لان لو اقل من كده هيبقى فيه ضعف في خط الاتجاه طيب ده مثال موجود في خط اتجاه وده مثال تاني والاتنين بزاوية تقريبا 45 درجة خلينا نشوف مثال تاني طبعا زاوية الارتجاه زي ما اتفقنا ان اهم حاجة ان يكون الارتكاز الارتكاز لخط الاتجاه مش اقل من ثلاث شموع او ثلاث قيعان يعني ده ارتكاز واحد ده ارتكاز اتنين ده تلاتة ده اربعة ده خمسة فده بيديلوا قوة اقوى من لما يكون ارتكازين مثلا هنا ده طبعا ده كان تلاتة خلينا نشوف امثلة تانية تطبيقات عملية على رسم خط الاتجاه طبعا ده خط اتجاه هابط كان الارتكاز ادي واحد اتنين تلاتة اربعة تقريبا ده على تلات ارتكازات ده طبعا برضو تلاتة والربعة كان فيه اختراق طيب بيبقى ده اول حاجة او اول اداة بنتكلم عليها هو خط الاتجاه وانه يفضل انه يكون بزاوية خمسة واربعين درجة ويفضل انه يكون على تلات ارتكازات طيب نشوف الاداة التانية اللي احنا هنستخدمها في الاستراتيجية وهي المتوسطات المتحركة احنا هنا بنستخدم متوسطين متحركين المتوسط المتحرك الاولانة هيكون باللون الازرق والمتوسط المتحرك التاني هيكون باللون الاحمر برضو ونوعه خلينا نطبق بالزبط ازاي هنحط المتوسطات المتحركة ده شرط اليورو دولار اختار الساعة هنختار الامورو دولار اختار طبعا هو بي موجود في ترند بعد كده هنختار موفينج أفريج هنا طبعا المدة ده الاولاني موفينج أفريج الاولاني هيكون تسعة والمتوسط بتاعه اكسبونينشال بعد كده بندوس اوكي هنختار متوسط متحرك تاني لكن هيكون البيريوب بتاعته تلاتين المدة بتاعته تلاتين وبردو اكسبونينشال لكن باللون الازرق تمام دي كده اداة تانية من ادوات الاستراتيجية بتاعتنا طبعا احنا لسه ما رسمناش هنا خط ترند احنا ممكن مثلا كمثال هنشوف خط ترند طب يفضل نخلي خط ترند في الاخر واحنا بنرسمه بحيث ان يكون اعرف اقول لكم ازاي طريقة شيرة وطريقة البيع على الاستراتيجية يبقى كده احنا استخدمنا تانية اداة من الادوات الموفينج افريج تعال نشوف تالت اداة من الادوات اللي هنستخدمها وهو مؤشر المومنت وبضيف عليه مستوى 100 طبعا هقول لكم دلوقتي ازاي بنضيفه طيب ايه فايدة الاداة دي وجود خط المومنتم ده اعلى المية ده بيدل ان السوق قوي السوق ايجابي ان فيه مشتريين ان فيه ثيران يعني بالتوقع اكبر لي ان السوق هيكمل صعود طيب لو كان خط المومنتم ده اقل من 100 ده بيعبر على ان السوق سلبي وبيعبر على ان البايع هو المسيطر على السوق تعال نشوف احنا هنضيف ازاي الاداة دي طبعا برضو من insert وindicators و oscillators بعد كده هنختار مؤشر المومنت هو المؤشر باعدادات الافتراضية تمام period 14 لكن هنا في levels هنضيف 100 هندوس على كلمة add ونحط 100 لكن انا هنا عشان ضيف وخلاص وبعد كده بندوس تمام طيب هنا بتقول لك الاداة دي استخدام ها استخدام ها ان لو كان خط المومنت يوم ده اعلى من مستوى المية فده بيدينا قوة في الاداة او ان السوق ايجابي في السوق نقول تاني فكرة او استخدام المؤشر ده ان انا ببص هنا على خط المومنت يوم ده طالما هو فوق مستوى المية فده اشارة قوية ان السوق ايجابي وان المشترين هما المسيطرين على السوق طيب العكس لو كان الخط اسفل مستوى المية ده بيدل ان السوق ضعيف او ان السوق سلبي او ان البائعين هما المسيطرين على السوق او الدباب طب كده احنا شرحنا كل الادوات اللي بنستخدمها في الاستراتيجية بتاعتنا اول حاجة اختار زماني ساعة تاني حاجة هنستخدم خط الاتجاه واتفقنا ان هو بيكون على ثلاث شموع تالت حاجة بنستخدم متوسطات متحركة هما اثنين متوسط التلاتين متوسط التسعة وبنختاره اكسيمونانشل واللون بتاعه احمر وزرق الاحمر للتسعة والتلاتين هي بلون الازرق والاداة الاخيرة هي المنتيم وبضيف عليها مستوى 100 طيب التوليفة دي هي اللي بنستخدم منها الاستراتيجية طب طريقة الدخول شراء او طريقة الدخول بيع ده اللي هنتكلم عليه دلوقت اول حاجة هنتكلم عليها او اول شرط من شروط الدخول بتأكد منها احنا هنتكلم دلوقت على اشارة الدخول شراء اول حاجة بتأكد منها كسر خط الاتجاه الهابط يعني ايه كسر خط الاتجاه الهابط يعني هيكون في اتجاه هابط للسعر ده كده على افتراض ان ده تريند هابط للسعر اتجاه من هنا تمام بزاوية 45 درجة ومحقق الشروط ان هو على اكتر من 3 شموع اول حاجة او اول اشارة بتقول ان فيه احتمالية للصعود او فيه احتمالية لانعكاس الاتجاه هيكسر خط الاتجاه ده لاعلى طيب ده رقم واحد ان انا بشوف خط الاتجاه وشوف الشروط اللي احنا اتفهم عليها وابتدي احصل الكسر طب ده اول شرط تنفس تاني شرط بيقولنا ايه تاني شرط هنستخدم الادات تانية اللي احنا اتفهم عليها وهي المتوسطات المتحرك بيقول هنا ايه تقاطع خطوط المتوسط المتحرك بالتواجه الخط الاحمر اللي هو 9 اعلى من متوسط المتحرك اللي باللون الازرخ اللي هو 30 يعني لما المتوسط المتحرك تسعة يقطع 30 لفوق دي اشارة تانية بتؤكد على احتمالية انعكاس السعر تمام الصوت رجع مرة تانية انا بعتزركه عن مشكلة القطاع الصوت المتكرر لكن انا باخد بالي بمجرد ما بينقطع الصوت انا بوقف شرح فمحدش الى اننا هكون عديت حاجة مهمة في الشرح نرجع نكمل اول او اول شرط زي ما اتفقنا قلنا كسر خط الاتجاه الهابط تاني حاجة خطوط المتوسط المتحرك يحصل ان المتوسط المتحرك اللي باللون الاحمر يقطع المتوسط المتحرك اللي باللون الازرق خلينا نشوف مثال هنا انا باتكلم على انقطاع المتوسط المتحركة يعني هنا لما الاحمر يقطع الازرق اللي فوق ده اللي انا بتكلم عليه في فرصة الشر انا طبعا بتكلم على كل حاجة منفردة لسه ما جمعتش او ما قلتش فرصة ما بشرحش فرصة انا بشرح بس فكرة ازاي بيحصل تقطع للمؤشرات تمام هنا تقطع المؤشر خلينا نزوم اكتر يعني هنا كان تقطع المؤشر الخط الاحمر اللي من poly الازرق الفوق فدي من شروط فرصة الشرق هنا برضه تأكيد تقطع الخط الاحمر الخط الازرق ال tirar far شروط الشرق هنا ده برضه الاحمر يقطع الازرق الفوق ده اللي احنا بنتكلم عليه شرط من شروط فرصة الشراء طيب نرجع نكمل بقية الشروط طيب الشرط الثالث وجود مؤشر الممتن في المنطقة الإيجابية بمعنى أنه هو يكون أعلى من خط المية وهنا يعني أن السوق زوزخم إيجابي شرائي طيب تعالي نشوف مؤشر الممتن اللي احنا دفناه من شوية لازم علشان أقدر أقول أن في فرصة شراء أقدر أدخلها أثناء التقاطع وكسر خط الاتجاه أن أنا ببص على مؤشر المومنت يوم وبتأكد أنه هو يكون فوق مستوى المية أقول ثاني في شروط اللي احنا بندخل على أساسها شراء واحد كسر خط الاتجاه هو قسر خط الاتجاه هابط ويبتدى يتكسر الأعلى أو اختراقه الأعلى ثاني حاجة متوسطات متحركة يتم اختراق المتوسط المتحرك اللي باللون الأحمر يخترق أو يتقاطع مع الأزرق اللي فوق ثالث شرط مؤشر الممتن يوم يبقى فوق مستوى المية دول أهم ثلاث شروط بدخل على أساسهم فرصة شراء طيب نكمل الدخول هنا بيكون مع أول شمعة ساعة بتفتح بعد تقاطع خطوط المتوسط المتحرك يعني بمجرد التقاطع أنا بدخل مع افتتاح الشمعة الساعة التانية أو الشمعة التانية بعد التقاطع ونعتمد على افتتاح الساعة الجيدة لنبعد قادر الإمكان عن التزبزب ونتأكد من أن التقاطع والكسر حقيقي أثناء تحرك الشمعة أنت ممكن تلاقي كسر أو تقاطع الخطوط المتوسط المتحرك لكن احنا هنا بنفضل أن أنت علشان تدخل صح في الصفقة بعد لما الصفقة أو السعر يقفل فوق التقاطع أنت بتدخل من الشمعة التانية اللي بيكون التقاطع تم بشكل جزري ونهائي لأن أثناء الشمعة وطول ما الشمعة ما قفلتش أن التقاطع ممكن يبقى موجود وممكن يرجع يختفي تاني لو الشمعة رجعت تعكس الاتجاه بتاعها فاللي احنا هنا بنقوله أن أنت ما بتدخلش الصفقة غير بعد ما تتأكد أن فعلا في تقاطع في المتوسطات المتحركة وتدخل من افتتاح الشمعة التانية يبقى احنا كده وقلنا كل الشروط لازم بقى ودي حاجة مهمة علشان ندخل صفقة لازم الشروط دي كلها تجتمع مع بعضها يعني ما ينفعش شرط أو شرطين يجتمع والباقي ما يحصلش وادخل لا لازم وده مهم جدا أن محدش يستعجل على الدخول في صفقة غير بعد التأكد من أن الشروط كلها متوفرة هنا كمان في حاجة مهمة ممكن أثناء الصفقة وهي بتتم قدامك تلاقي فيه شرط وشرطين يتنفزه لكن التالت لسه ما خصلش مش مهم لما بمجرد أنه يتم أنت تقدر تدخل الصفقة بتاعتك يعني هنا مثلا تقاطع خطوط الموفينج وعملية كسر الترند يسبق عملية كسر الترند تقاطع خطوط الموفينج أو المومتم يعني ممكن حاجة تحصل قبل حاجة هنا بيقولك ده مش مهم الأهم في النهاية هو أن عند الدخول تكون جميع الشروط قد تحقق يعني لازم قبل الدخول شرع على الصفقة أنه أنت تكون كل شروط تمت لكن من حصل قبل من ده مش مهم بالنسبة لنا هاني الأول أنه حصل كسر الترند ولا تقاطع الموفينج أبردج ولا المومنت يمكن طلع فوق المية ده كله بالنسبة لنا مش مهم المهم أن الشروط كلها تكون مجتمعة علشان تبتدي تدخل الصفقة بتاعتها طيب خلينا بقى نطبق الكلام اللي احنا قلنا ده بشكل عملي ونشرحه واحدة واحدة أول حاجة قلنا عليها هي كسر خط الترند ولازم يكون بدرجة أو زاوية ميل 45 درجة ويكون مرتكز على أكتر من شامعتي ده خط ترند ده خط اتجاه هابط وابتدأ أن السعر يكسر الخط من هنا طيب ده أول شرط من الشروط للإستراتيجية يتطبق تاني شرط بيقولك إيه بتأكد أن في اختراق أو كسر لمتوسط المتحرك اللي بالأحمر يكسر متوسط المتحرك اللي بالأزرق وده فعلا اللي حصل أن المتوسط اللي بالأحمر كسر اللي بالأزرق لأعلى تالت حاجة أن المؤشر المومنت يبتدي أو أتأكد أنه هو فوق مستوى المية ده تالت إشارة أو تالت شرط من شروط الاستراتيجية هنا اجتمعوا الثلاث شروط قدامي أنا هنا على طول بدخل الفرصة دي شراء بدخل منين من بعد ما يحصل التقاطع يعني هنا التقاطع كان في الشمعة دي فأنت هتدخل من الفتاح الشمعة دي وفعلا حصل ارتفاع للسعر بعدها الارتفاع تقريبا كان من مستوىات سبعتاشر واحد فاصل سبعتاشر تلاتة وخمسين أو واحد فاصل سبعتاشر خمسين لانه لانه وصل لمستويات واحد تمنتاشر سبعة وخمسين يعني تقريبا حوالي مئة نقطة مئة نقطة في خلال يوم تقريبا طيب نشوف صفقة تانية وتطبيق عمل لها تاني ونطبق كل الشروط اللي تكلمنا عليها دي صفقة تانية حصلت اللي حصل بالزبط احنا هنشرح واحدة واحدة الشروط اول شرط كسر خط الاتجاه وقعد خط خط اتجاه هابط وابتدأ يحصل له كسر فده اول شرط تنفذ تاني شرط ان المتوسطات المتحركة المتوسط المتحرك اللي باللون الاحمر كسر المتوسط المتحرك اللي باللون الازرق الاعلى وده تاني شرط التطبق تالت حاجة ان المؤشر الممتن فوق مستوى 100 وفعلا الدخول من المنطقة دي السعر يحصل له ارتفاع بعدها لو انت طبعا هنا تحديد مستوى الهدف بتاعك احنا هنا بنوصل ان انت تارجد بتاعك يبقى على الاقل لاربعين نقطة ووقف الخسارة بتاعك برضو فرنج الاربعين نقطة طبعا انت ممكن تلاحق الربح بتاعك وما تقفل ش بس على التارجد بحيث انت كل لما هيطلع السعر او يقرب السعر للهدف عشر نقطة انت بتحرك الستوب بتاعك عشر نقطة يعني بتحرك بتخلي الستوب بتاعك متحرج بعشر نقطة تمام يبقى نقول كل الشروط تانية باختصار شديد جدا اول حاجة يبقى خط اتجاه هابط بيتم اختراقه تاني شرط متوسط تمام الصوت كده راجع مرة تانية تمام هنتكلم على الشروط بشكل مختصر لفرصة الشراء خلينا نطبقها بشكل عملي على التشارت احسن ده اليورو دولار على اطار سعة خلينا نشوف فرصة تمام خلينا هنا نشوف ده خط اتجاه خط اتجاه هابط تمام اللي حصل اننا السعر ابتدى يكسر خط الاتجاه من هنا دي اول شرط من انشروط تحققت تاني حاجة تقاطع متوسط متحرك تسعة قطع متوسط متحرك تلاتين لاعلى قطعوا من الشمعة هنا فدي تاني حاجة تحققت تالت حاجة بتأكد ان خط الممتيم فوق مستوى المية تمام واللي بيسأل عن ازاي ان انا اضيف خط مية للمؤشر انا من indicators وبعد كده من oscillator بجيب المؤشر الممتيم بعد كده بروح هو بيجي لك اول حاجة هنا بعد كده بتدوس على levels بعد كده بتدوس على كلمة add وتضيف مستوى 100 كده وبعد كده بتدوس اوكي بيجي لك المؤشر على الشكل اللي قدامك ده طيب بنرجع للصفقة بتاعتنا هنا شروط اول واحد اللي الترند او الخط الاتجاه تكسر لاعلى تاني حاجة تقاطع متوسط متحركة تالت حاجة ان مؤشر الممتيم كان فوق مستوى 100 فانت ده بتدخل شرع على طول وبيبتدي السعر يتحرك معك لأعلى خلينا نشوف هنا الصفقة دي لو انت دخلت هنا التقاطع تم في الشمعة دي وانت دخلت من سعر الافتتاح هنا سعر في خلال يومين تقريبا مطلع لأكتر من 100 نقطة نرجع نتكلم دي كده فرصة الشرع نرجع نتكلم على إشارة الدخول بيع إشارة الدخول بيع هي عكس إشارة الشرع وعكس كل الشروط اللي احنا تكلمنا عليها في الشرع بمعنى خط الاتجاه هو هو هيبقى موجود لكن هنا بنقول كسر خط اتجاه صاعد يعني ايه كسر خط اتجاه صاعد يعني هيكون السعر اصلا في اتجاه صاعد تمام كده وانت رسمت خط trend او خط الاتجاه بزوية 45 درجة وفيه فعلا ارتكاز على اكتر من شمعتين وبعد كده السعر كسر خط الاتجاه ده هنا دي اول شرط احنا بنتكلم عليه كسر خط اتجاه صاعد على اطار زمني ساعة وان الاتجاه او خط الاتجاه ده يكون على ارتكاز اكتر من شمعتين طيب ده اول شرط تاني شرط هي متوسطات متحركة برضو هما هما نفس المتوسطين متوسط متحرك تسعة متوسط متحرك تلاتين والاتنين هيكونوا نوعهم اكس وبهنا بيحصل طبعا عشان الدخول بيع هيبقى العكس ان متوسط متحرك تسعة هيكسر او هتقطع مع متوسط متحرك تلاتين لاسفل فدي بتبقى تاني اشارة او تاني اداء من الادوات بتقول لنا تاني شرط من الشروط انه لازم يحصل عشان ابتدي ادخل الفرصة زي ما اتفقنا ان النوع بتاعه يبقى اكسبون انشل ما ينفعش ان انت تغير النوع بتاعه لأي نوع تاني تالت حاجة مؤشر الممتيم يبقى موجود اسفل مستوى 100 احنا لسه دلوقت اجابين المؤشر بتاع الممتيم هنا بتأكد انه اسفل مستوى المية عشان ابتدي اتأكد انه فرصة بيع ليه او ايه اهم شرط او احنا ليه بيستخدم مؤشر الممتيم اصلا لان ده المؤشر بيساعدنا على ان السوق في قوة شرائية او قوة بيعية او من المسيطر على اتجاه السوق او من المسيطر على السوق هل البائعين ام المشترين وده بيأكد لنا او ده بيساعدنا في كده انه لما بيكون اقل من مستوى مية وان انت عايز يدخل فرصة بيع فده بيأكد لك فرصة البيع بتاعتك ان السوق في اتجاه الصفقة بتاعتك لكن لو فرصة بيع وهو اعلى مستوى المية فانت يفضل تنتظر لان ان السعر يتدي او ان المؤشر ينزل تحت المستوى مية وما تدخل في الصفقة تمام ثالث شرط يبقى احنا كده اول شرط كسر خط الاتجاه ثاني شرط تقاطع الخطوط ثالث شرط هو الممتن وبعد كده زي ما اتفقنا في الشراء ده برضه هيبقى موجود في البيع الدخول مع اول شمعة ساعة بعد ما يحصل تقاطع الخطوط المتوسط المتحرك بحيس ان انت تتجنب التقاطعات الكاذبة او التقاطعات الوهمية اللي بتحصل للمتوسطات المتحركة اخر حاجة واهم حاجة ان انت بنقول ماينفعش تستعجل على الدخول في الصفق غير لما كل الشروط تتحقق ماكفيش اهمية مين يحصل قبل مين هل ليه حصل كسر التقاطعات الاول ولا مؤشر الممتهم اقل من 100 ولا تقاطع خطوط المتوسطات المتحركة كل الكلام ده مين قبل مين ده مش مهم لكن الاهم من ده كله ان انت قبل ما تدخل الصفقة بيع لازم تتأكد ان كل الشروط فعلا متوفرة فعلا كل الشروط حصلت او حدثت على الصفقة قبل ما تدخل فيها ان فعلا السعر كسر خط الاتجاه فعلا فيه تقاطع لخطوط متوسطات متحركة وفعلا مؤشر الممتهم اقل من 100 طيب تعال نطبق او نشوف مثال عملي على الخلام اللي احنا بنقوله اول حاجة هنا ده خط اتجاه صاعد فعلا الارتكاز اكتر من شمعة يبقى كده اول شرط او اول انتباه للصفقة حصل طيب امتى بتدخل اتحرك اول واحد حصل كسر الخط الاتجاه وده فعلا اللي حصل في الشمعة دي تاني حاجة ببص على التقطعات المتوسطات المتحركة وهنا لقينا ان المتوسط المتحرك الاحمر اقل من المتوسط المتحرك الازرق تعال انه هنا في حاجة مهمة جدا في الصفقة التقطع كان حصل هنا قبل الكسر ما يحصل بفترة هل ده هيأثر على حاجة في الصفقة بتاعتنا لا نهائي خالص وقال بالكوا ان الصفقة دي كانت بيوم خمسة فبراير يعني هي من يومين الشرط ده المهاردة يعني الصفقة دي من يومين حصلت وما زالت ان الصفقة هنا لو كان من هتلاقيها ان هي حقاية الهدف بتاعها وفعلا حصل يحصلوا مع بعض ومش مهم مين يحصل قبل مين لكن المهم قبل الدخول للصفقة ان انت تلاقي كل الشروط اتحققت تالت شرط او تالت شرط في الاستراتيجية بتاعتنا ان مؤشر الممتم بتأكد ان هو اسفل مستوى المية وده فعلا اللي اتحصل وتأكد بعد كسر خط الاتجاه انت بمجرد دخولك بيع من المستويات دي وكانت تقريبا واحد فاصلة تلاتة واحد فاصلة تقريبا اربعة وعشرين والسعر هنا بنتكلم ان هو في مستويات الاتنين وعشرين اربعة وعشرين يعني تقريبا اكتر من مية واربعين نقطة تقريبا يبقى هنا الشروط كلها زي ما احنا شايفين اتحققت اول حاجة كسر خط الاتجاه تاني حاجة متوسطات متحركة بتتقطع في نفس الاتجاه البيعي تالت حاجة تمام الصوت كده رجع مرة تانية هنا زي ما قلنا تطبيق عملي على خرصة البيع تكسر خط الاتجاه متوسطات متحركة بتتقطع الاسفل مؤشر اقل من مستوى مية خلينا نشوف فرصة اخيرة ده ده شرط الباون دولار على الاطار الساعة كان فيه خط اتجاه صاعد على ارتجاز اكتر من شمعتين تعال نشوف التطبيق بقى بالزبط ايه اللي حصل اول حاجة حصل كسر الخط الاتجاه هنا زي ما احنا شايفين عند الساعة هنا حصل كسر خط اتجاه طيب هتأكد من باقي الشروط الشرط الاول التاني بيقول لنا متوسطة متحركة لازم يبقى المتوسط المتحرك الاحمر اقل من الازرق او بيقطع لتحت وده وده فعلا ان المتوسط المتحرك 9 قطع 30 لتحت فتاني شرط بيتحقق تالت شرط ان انا ببص على مؤشر المومنت يام وبيأكد لي ان هو اسفل مستوى المية فده بيأكد لنا على فرصة ان البيع فرصة البيع مكتملة وقف الخسارة بتاعك لكل صفقة تقريبا بيبقى فرنج او متوسط 40 نقطة الربح بتاعك ممكن تخليه نفس المستوى 40 نقطة او تلاحق الربح بحيث ان انت تخلي الموقف الخسارة متحرك 10 نقطة وده طبعا ممكن يفيدك ان انت تحقق نقط ارباح اكتر ان 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 بملحقتك للسعر فكده تعال نشوف تطبيق تاني فرصة بيع تعال هنا مثلا ده اليورو دولار ده خط اتجاه طاعد هنا حصل كسر لل الخط الاتجاه وبالنظر للمتوسطات المتحركة هتلاقي ان المتوسطات المتحركة كان فيها تقاطع لاسفل فده ده تاني اشارة او تاني تأكيد تالت اشارة او تالت تأكيد بيأكد هنا مؤشر الممتيم هنا كان اقل من مستوى اقل من مستوى المية فده بيأكد لنا فرصة البيع تمام فكده بتكون وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعتنا يا رب اكون ادرت افتك بالاستراتيجية او بالطريقة دي وادرت ابسطها لكم اووصل لكم فكرتها طبعا انت تقدر تنفذ الاستراتيجية دي على اي اي نوع او اي منتج على التشار سواء عملات سواء معادن او سواء كمان اسهم او مؤشرات فانت تقدر تستخدمها في اي اي منتج موجودة على برنامج الامتي فور في حد عنده اي سؤال بخصوص اللي انا شرحته النهاردة في حد عنده اي حاجة مش مفهومة او مش واضحة الطريقة دي هتبقى موجودة او الفيديو او المحاضرة النهاردة هي متسجلة هتبقى موجودة على قناتنا على اليوتيوب تقريبا في خلال يوم عمل او يومين عمل هتبقى موجودة الشرح النهاردة والمحاضرة كلها تبقى موجودة على قناتنا على اليوتيوب اسمها اكوتيمي هتبقى موجودة للي اللي حابب يرجع على الشرح مرة تانية لو في حاجة مش مفهومة او في حاجة عاوز يتأكد منه عنوان القناة اسمها اكوتيمي اكوتيمي مية زي ما اتفقنا مية بتبقى موجودة على مؤشر الممتهم انت بتضيفها بشكل يدوي من خانة من تاني خانة اللي هي اسمها لليبلز انت بتضيفها بشكل يدوي بتضيفها موجودة انت حتى لو ضفت المؤشر بإعداداته الافتراضية انت ممكن تحط تريند او ممكن تحط خط من الخطوط هنا بشكل عرضي عند مستوى مية فالعملية بسيطة جدا بس احنا قلنا بتبقى موجودة هنا من وبعد كده من عند المومنت يوم انت خلينا عملنا لكل حاجة انت هنا بتضيف متوسط مية بتدوس على كلمة add وبتضيف مية وبتدوس اوكي في الاخر بيتضاف مستوى مية تاني طبعا انت لو مش موجود على اي منصة تاني لو بتتعامل مع اي منصة غير الامتي فور انت تقدر تضيف بشكل يدوي زي ما قلت لك من خلال ان انت ممكن تضيف trend line هنا كده وتضيف عند مستوى مية وتتسيب موجود هتقدر تضيف موجود او تقدر تضيف بشكل يدوي تمام تمام انا بشكر حضوركم النهاردة وان شاء الله اه ابقى موجود معاكم في محاضرة تانية الاسبوع الجاي في نفس التوقيت وبشكر حضوركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر